اشتركوا في القناة ثم يمتد تدريجيا إلى المناطق الشرقية الصابحة اليوم در أجواء مشمسة صحوى سماء صافية تميز جل المناطق الغربية للوطن أجواء مغشة تبقى تميز في الصابحة الولايات الوسطى للوطن بعض الكميات من الثلوش تبقى تتهتر ببعض المرتفعات الشرقية لكن التحسن سيكون تدريجي من المناطق الوسطى وصولا إلى الولايات الشرقية الوطن إلى غاية نهاية الأسبوع بالعودة إلى هذه الخريطة لتدنى سماء صافية على شمال الصحراء المرتفعات الصحرية أيضا وحتى وسط الصحراء الجنوب الغربي أيضا باقي المناطق بالجنوبي الشرقي المرتفعات الصحرية أقصى الجنوب وأقصى الجنوب الغربي تبقى أسماء غير صافية أجواء غير مستقرة سحب كتفة سحب مغشة تميز سماء أقصى الجنوب بالنسبة لذاهرة إن شاء الله دهيرة اليوم تبقى درجات الحياة الدنيا مستقرة بالولايات أو بالسواحل الغربية 18 درجات نفسها المقياس بالصورة منطقة الصورة بشار أيضا أضرار إنساء الاحتميمون الأوراس إلى غاية الوادي وورغلا تقريبا كلها نفسها المقياس 16-15 درجات سنسجلها بإليزي إلى غاية عينة ميناسة أيضا بالسواحل الشرقية إلى غاية الوسطى هنا سنسجل أدنى مقياس بقصنطين نصطيف غالما ميلة وتبستسيتو درجات فقط 9 درجات إلى 8 درجات تميز المرتفعات الوسطى إلى غاية المرتفعات الغربية حتى المرتفعات الصحراوية منطقة 8 سنسجل فيها 20 درجات منطقة تيندوف تقريبا نفسها المقياس 22 درجات بعنقزان في حين أعلى مقياس سيسجل ببرج باجي مختار 23 درجات بالنسبة لمساء اليوم بحول الله إذن درجات الحياة الدنيا أيضا تبقى متراجعة ارتفاع طفيف جدا سيمس الولايات أو الهضاب العليا الشرقية للوطن درجتين صفر درجة كأدنى مقياس أو كمن أدنى المقايس بالمرتفعات الوسطى في حين أدنى مقياس يكون درجة واحدة تحت الصفر بمرتفعات تيسم سيل تتيرت غليزان عين الدفلة وأشلف البيض ونعم درجتين لغاية غردية حتى وسط إليزي عينة ميناس تمان راست كلها تقريبا نفس المقياس إلى غاية الجنوب الغربي تيندوف درجة واحدة أيضا أجواء باردة بكل من الصورة ووسط الصحراء 6 درجات سمعيز منطقة برج بجي مختار في حين أعلى مقياس 9 درجات بأقصى الجنوب للملاحة سيدة البحرين مشاهدنا البحر بحول الله يبقى قليل الإترابي لمطارب على طول الشريط الساحلي بفعل الرياح التي قد تتجاو 30 كم في ساعة الختام كلا عدا بالمعلومات الفلكية الخاصة بجزا العاصمة ودواحيها الشروق إن شاء الله يكون في دمام السابعة 6 واربعون دقيقة الغروب السادسة وسبعة عشر دقيقة لتفاصيل ومعنماتك تابعونا على الموقع الإلكتروني رسمي دهامامكم أسفل أشترك شكركم على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء